السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلانت وزارة الدفاع مواسرة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالقبول تعبئة الاستبيان الطبي وطباعاته واحضاره مع الاستمارة تعبئة نموذج بيانات التواصل الاجتماع وطباعاته واحضاره مع الاستمارة تحميل وطباعات استمارة الالتحاق وإكمال جميع الاجراءات المطلوبة نموذج الاحوال المدنية تصديق وتوقيع الأوراق من الجهات المختصة طباعات بطاقة المراجعة احضار الهوية الوطنية حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية والالتزام في الحضور في نفس اليوم المحدد ولن يستقبل أي طالب في غير موعده ولا يتوفر مقاعد إضافية وضع جميع الأوراق في ملف شفاف من الأعلى والقاعدة البلاستيكية حسب لون كلية المتقدم لها أخضر الحربية أزرق الجوية أبيض البحرية أسود الدفاع الجوي أتقد بالزير الرياضي بدون شعارات مع هذاء مناسب غير البوت الرياضي بدون شرب فانيلا الرياضية لون أخضر بنطلون أبيض أو أخضر لطلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية فانيلا الرياضية لون أزرق بنطلون أبيض أو أزرق لطلبة كلية الملك في صلي الجوية فانيلا الرياضية لون أبيض بنطلون أبيض أو أسود لطلبة كلية الملك فهدي البحرية فانيلا الرياضية لون أسود بنطلون أبيض أو أسود لطلبة كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي كانت وزارة الدفاع أعلنت عن فتح باب القبول لحملة الثانوية في الكلية العسكرية لعام ستة واربعين الكلية العسكرية كلية الملك فهد البحرية كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي كلية الملك فصل الجوية كلية الملك عبد العزيز الحربية وكاننا ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعود الأصل والمنشاة والولادة واسسنا من ذلك من نشأ مع والده الذي تواجد في ظروف العمل خارج المملكة العربية السعودية على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكم عليه بحد شرعي أو جريمة مقلب الشرف والأمانة أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم انتظام نهاري تخصص علم طبيعية فقط لجميع الكليات وأن يكون من خريج هذا العام ولن يقبل خريج العوام السابقة أن لا تقل النسبة المائوية في الشهادة الثانوية عن ثمانين للتخصص العلمي أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لا تقل عن ستين في المئة أن يكون قد أدى الاختبار التحصيل وحاصلا على درجة لا تقل عن ستين في المئة أن يكون قد أدى اختبار الكفايات اللا يقل عمل المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 22 عاما أن يجتاز الفحص الطبي الأول والنهائي كذلك المقابلة الشخصية أن يكون المتقدم غير متزوج أن يتناس الطول مع ودنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم مع 52 كيلو جرام الحد العالم 188 سم مع 95 كيلو جرام لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدني وأن يجتاز اختبارات القدرات الخاصة للكليات المزايا التي تقدم للملتحقين بالكلية العسكرية النفقات الدراسية تتكلف الكلية التي التحق بها المتقدم بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدراسة الملابس العسكرية تصرف للطلب المتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة الطعام جميع الكلية العسكرية تحتوي على صلاة للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية هذا بخلاف العلاج والمكافأة يمنحها المتقدم مكافأة شهرية عادة نصف الراتب الشهري الأساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية مدة الدراسة مدة الدراسة بالكلية العسكرية ثلاث سنوات فصلين لكل سنة والمعترف بها من وزارة التعليم يتم تعين الطلب المتخرجين بردة ملازم بناء على مرص عليه نظام الخدمة الضباط ولوائحه أتمنى لجميع التوفيق